السلام عليكم يعد الرمان من أكثر الفواكه غناً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يقدم العديد من الفوائد هيا لنتعرف على فوائد الرمان أولاً لا تنسى الإعجاب بنا حتى نستمر في نشر المزيد بفضل الله أولاً تعزيز صحة الفم والأسنان يعد الرمان جيد لصحة الفم والأسنان حيث تبين أن استخدامه يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللفة كما أن استخدام رسول الفم الذي يحتوي على الرمان يومياً لأربعة أسابيع يقلل من مسببات أمراض الفم ويقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان التي تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم ثانياً جيد لصحة القلب يساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين مساهمة في الوقاية من السرطان يعد الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات وهناك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا رابعاً المساهمة في الوقاية من فقر الدم إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهم في الوقاية من فقر الدم الناتج من نقص الحديد إضافة لقدرة الحديد على المساعدة في التخفيف من حالات التهاب المفاصل المساعدة في علاج التهابات العيون المساهمة في الوقاية من هشاشة العظام خامساً تقوية جهاز المناعة تحد من خطر الإصابة بالأمراض المناعية ونزلات البرد تقوي الجهاز المناعي مما يعزز قدرة الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية تساعد في علاج الالتهبات وتسكين الآلام تعمل على تجديد خلايا الجسم والتخلص من الخلايا الضرة زيادة عدد كرات الدم البيضاء في الجسم فوائد عصير الرمان إن تناول الرمان على شكل عصير طبيعي قد يكون أفضل من تناول لب الفاكهة نفسها وذلك يعود إلى خفض مستوى مضادات الأكسدة عند التخلص من قشرة الرمان وتشمل فوائد عصير الرمان الآتي يعزز الجهاز الهضمي يساهم في مكافحة السكري يعالج الالتهبات يساهم في حماية القلب من الأمراض يقوي الذاكرة يحسن الخصوبة والأداء الجمسي ابطاء نمو الخلايا السرطانية وبالتالي خفض خطر الإصابة بالسرطان خصوصا سرطان البرستاتة وسرطان الثادي وسرطانات الغدد الإنفاوية تخفيف أعراب الإسهال وتقوية المناعة فوائد لب الرمان من أهم فوائد تناول لب الرمان ما يأتي تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية وخفض نسبة الكوليسترول في الدم والضغط المرتفع التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بانقطاع الطنف مثل هشاشة العظام وذلك بسبب احتواء لب الرمان على مادة تشبه تأثير الإستروجين في الجسم ابطاء نمو الخلايا السرطانية وبالتالي خفض خطر الإصابة بالسرطان خصوصا سرطان البرستاتة وسرطان الثادي وسرطانات الغدد الإنفاوية تخفيف أعراب الإسهال وتقوية المناعة المساعدة في خسارة الوزن الوقاية من تلف الخلايا والتهابات المفاصل حيث تبين أن الرمان يحتوي على أنزيم يعمل على تقليل أو إبطاء تلف الغضاريف المساعدة في الوقاية من مرض السكري المحافظة على البشرة فللرمان دور في تعزيز امتصاص فيتمندي عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه أما بالنسبة لقشرة الرمان فلها أيضا العديد من الفوائد كما أفادت الدراسات العلمية المختلفة ولها طريقتين للاستخدام ولكل طريقة فوائدها الرابط لشرح فوائد قشور الرمان تجدونه مرفق للفيديو مثبت في تعليق كان هذا كل ما لدينا الآن إلى لقاء آخر دمتم سالمين السلام عليكم